مصر تواصل اتصالاتها المكثفة لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة وحماس تعلن تقديم ردها خلال الأيام القادمة خلال لقائه منصق البيت الأبيض شكر يؤكد على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها تجاه الانفاذ الكامل للمساعدات لغزة استشهد عشرات الفلسطينيين في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال بمدرسة للأنروا في مخيم النصيرات السادسة مساء بتوقيت قاهرة الثلاثة بتوقيت جريليت نشر إخباري مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري فمرحبا لكم موسيقى موسيقى بموقف ثابت ووجهة نظر راسخة تمضي مصر دائما وأبدا في جهودها على كافة الأصعدة وبدعم غير محدود لوقف إطلاق النار في غزة ومن هذا المنطلق وبتنسيق مع كافة الأطراف المعنية تواصل مصر الاتصالات المكثفة من أجل التوصل اتفاقا لهدنة بصيغة توافقية تحقن دماء الفلسطينيين موسيقى إن التاريخ ستوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأساتا كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه موسيقى موسيقى وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلا وقونا برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصانع أو تحقيق الأمن أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أجرت العديد من اللقاءات والتصالات المكثفة خلال الساعة الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين حماس وإسرائيل وأضف المصدر أن مصر طلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار في القطاع مشيرا إلى أن قيادات حماس أبلغت مصر أنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة هذا وأشار المصدر إلى أن مصر قامت بتحركات مكثفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية واستقبلت وفود حركة فتح والجهاد والجباد الشعبية لتحرير فلسطين للوصول إلى اتفاق مقترح وقف إطلاق النار يأتي ذلك في إطار التحركات المصرية لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطاع غزة فضلا عن مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالأوضاع الحالية وأوضح المصدر أن حركة حماس ستقدم الرد بشأن مقترح للهدنة خلال الأيام القادمة استقبل وزير الخارجية سامح شكري منصق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخلال اللقاء بحث جانبان الوضع الرهن للمقترح الخاص بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وجهود الوساطة التي تطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة في هذا الشأن حيث أكد جانبان على أهمية قيام إسرائيل وحركة حماس بإتمام الاتفاق في أسرع وقت واتخاذ خطوات جدة وحقيقية تضمن التوصل لوقف إطلاق النار في كامل القطاع من جانبه أكد وزير الخارجية على مواصلة مصر لتكثيف جهودها لوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة مشددا على الحاجة الملحة لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي المقابل أعرب منصق البيت الأبيض عن حرس بلده على مواصلة العمل المشترك لإنهاء الأزمة في قطاع غزة مثمنا التنصيق رفيع المستوى بين البلدين في هذا الصدد والدور الحيوي الذي تطلع به مصر على كافة المسارات الإنسانية والسياسية والأمنية للحد من الأزمة واحتواء تدايعياتها أعلن البيت الأبيض عن صدور بيان مشترك من قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبولغاريا وكندا ودول أخرى بشأن غزة وأوضح البيت الأبيض أن الدول المشاركة في البيان تدعم بالكامل مقترح التحرك نحو وقف إطلاق النار وإطلاق صراح المهتجزين المطروح حاليا والذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو ودعا البيان المشترك قادة كل من إسرائيل وحماس لتقديم تنازلات من أجل تنفيذ هذا الاتفاق أعلنت إسبانيا عزمها الانضمام لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وقال وزير الخارجية الإسباني خوسي مانيويل الباريس إن بلاده ستنضم إلى دعوة الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة بذلك ستكون إسبانيا ثاني دولة أوروبية تنضم إلى قضية التي سبق أن انضمت إليها أيرلندا فضلا عن شيري والمكسيك أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي شوسيب بوريل أنه دعا رسميا وزير الخارجي الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى اجتماع لمناقشة العلاقات في ظل استمرار العدوان على غزة وكانت دول الاتحاد الأوروبية السابع والعشرين قد اتفقت الأسبوع الماضي على دعوة كاتس إلى اجتماع خاص بمجاب اتفاق بين الطرفين يربط الحقوق بالعلاقات التجارية وتأتي الخطوة بعد طلب دول أوروبية فرض عقوبات على تل أبيب يأتي ذلك بينما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن هناك اتصالات مع ألمانيا وإيطاليا وتشيك وآخرين لمنع أي عقوبات أوروبية على إسرائيل إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتحجير قصري غير مقبول استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تابعة للأنوروان بمخيب النصيرات واستقطع غزة وقالت السلطات الصحية بغزة أنها تتوقع ارتفاع عدد شهداء مجزرت لاحتلال الجديد بالنصيرات بسبب العدد الكبير من الإصابات الخطيرة والحريقة المجازر لم تتوقف يوما تلو الآخر ففي الشمال والوسط والجنوب لم يسلم مكان في قطاع غزة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي هنا في مخيم النصيرات وسط القطاع وتحديدا في مدرسة تابعة لوكالة غوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تؤوي نازحين ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة حيث استهدف سلاسة فصول داخل المدرسة مما أدى الاستشهاد وإصابة العشرات وفي تبرير للاحتلال قال إن تنفيذ تلك الضربة المميتة على المدرسة لأنها تؤوي مجمعا لحركة حماس على حد زعمه وقبيل تلك الضربة استقبل المستشفى ما لا يقل عن سبعين شهيدا وأكثر من سلاسمائة جريحة معظمهم من النساء والأطفال وذلك في أعقاب الغارات الإسرائيلية وسط غزة تلك المجازر لم تكن الأولى للاحتلال بل إنها فصل جديد فالمجازر عمت البشر والحجر وضرب الطيران الحربي والمدفعية والزوارق الحربية المنازل والبنايات والمدارس إضافة إلى المستشفيات والمساجد والكنائس والشوارع وحتى مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية فضلا عن تسوية أحياء كاملة بالأرض وخروج سكانها من تحت الأنقاض محمولين على الأكتاف أو تركوا تحت الأنقاض لنقص طواقم الإنقاذ والإجلاء وكأن كل ذلك لم يكن كافيا فحرم المصابون من العلاج والمرضى من الدواء والجوع من الغذاء والأطفال من أماكن الفرح ويعيش سكان القطاع المحاصر على وقع نقص شديد في مواد التغذية والإعاشة مع غياب الملاجئ وانقطاع الكهرباء ونقص المياه الصالحة للشرب وفقدان المأوى قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة خليل الدقران أن 141 شهيدا و380 مصابا وصلوا إلى المستشفى خلال يوم واحد وأوضح الدقران أن المستشفى لا يمكنه استعاب هذا العدد الكبير من المصابين لافتا إلى أن المستشفى يعاني نقصا شديدا في المستلزمات الطبية والكوادر وفي اليوم الرابع والأربعين بعد المائتين للعدوان الإسرائيلية على قطاع غزة أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36654 شهيدا و83309 من المصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي في رفح الفلسطينية خلال اجتباكات مع الفصائل الفلسطينية ليرتفع العدد المعلن للقتله إلى 646 منذ السابع من أكتوبر الماضي كما أقر جيش الاحتلال بإصابة 24 عسكريا بينهم 6 في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية وفي سياق متصل أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن جيش قرر تخفيض عدد قواته في رفح الفلسطينية وكشفت إذاعة الجيش أن قرر تخفيض القوات جاء من خلال مغادرة أحد الألوية وبقاء خمسة ألوية أخرى في المدينة اشتركوا في القناة أكدت من نظمة الأمم المتحدة للتفولة يونسيف أن تسعة من كل عشرة أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العاصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي وأضفت اليونسيف أن العمليات الإسرائيلية والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع أدت إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي ما يندر بوقع عواقب كارثية على الأطفال وأسرهم هذا وأكدت المنظمة أن أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد ما يمثل خطرا يهدد حياتهم بين القوع واليتم يعيش أطفال قطاع غزة ظروفا مأساوية مع دخول العدوان الإسرائيلية على القطاع يومه الرابع والأربعين بعد المائتين منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي فمن لم تقتله أهلة الحرب يقتله القوع وسوء الخدمات الصحية والغذائية الموجودة بالقطاع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف قالت أن تسعة من كل عشرة أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي بسبب العمليات الإسرائيلية المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والعقبات التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع مما أدى إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي مما ينذر بعواقب كارسية على الأطفال وأسرهم المنظمة الأممية أكدت أن الأطفال في قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي منذ أكتوبر الماضي يعانون من فقر غذائي حاد مما يعني أنهم يتناولون مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة اليونسيف أكدت أن التأثير المروع للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم قدرة الأسر على تلبية احتياجات الأطفال الغذائية تهدد حياة الأطفال في الإصابة بأمراض السوء التغذية يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الاحتلال إنكار فرض أي قيود على الإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة وألقت باللوم على الأمم المتحدة في بطء توصيل المساعدات مؤكدة أن عملياتها العسكرية غير فعالة على حد وصفها في مناطق بقطاع غزة ووفاة بعض الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف أدى إلى تراجع أقوى حلفاء إسرائيل عن دعم حكومة الاحتلال في حربها على غزة وتحول للضغط عليهم للسماح بدخول المزيد من المساعدات الغذائية والإنسانية هذا وقد تسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في وجود 17 ألف طفل فلسطيني منفصلين عن أسرهم فيما يحتاج أكثر من مليون طفل إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي بسبب الضربات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين وفقا لتقارير صادرة عن وزارة الدولة لشؤون الإغاسة في الأراضي المحتلة زار وفد الاتحاد الأوروبي محافظة شمال سيناء وتفقد معبر رفح البري والشاحنات بالمنطقة اللوجستية كما قام الوفد بزيارة مخازن الهلال الأحمر بمدينة العريش ومستشفى العريش العامة وكان في استقبال الوفد الأوروبي محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة الذي استعرض الجهود المصرية المذولة في استقبال الجرحة الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفى المصرية بجانب استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية وإرسالها إلى قطاع غزة مشيرا إلى أن ثلث المساعدات التي يتم إدخالها في قطاع غزة مقدمة من مصر بدوره ثمن أندرياس ساباكو مدير منطقة الشرق الأوسط وجنوب غرب وسط آسيا الجهود المصرية والتسهيلات التي تم تقديمها للاستجابة اللازمة منذ بداية السابع من أكتوبر الماضي وأشار إلى وجود عدد كبير من شاحنات المساعدات في الجانب المصرية وأن على الجانب الآخر تقديم تسهيلات أكبر لإدخال هذه الشاحنات إلى قطاع غزة تتواصل الجهود المصرية المبدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة واستمرار عمل معبر رفاح من الجانب المصري ويشهد اليوم دخول عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود المتجهة لمنفذ كرم أبو سالم وتأتي الجهود المصرية على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية التي تضع بعض المعوقات التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدة الإنسانية المزيد يطلعن عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية أهلا بكم وبكل أستاذ المشاهدين لازلنا نتابع معكم التطورات أمام بوابة معبر رفاح من الجانب المصري والجهود المصرية المكثفة لإنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية ربما كنا قد تحدثنا عن الشاحنات التي دخلت اليوم هم متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم عدد هذه الشاحنات 50 شاحنة نتحدث عن هذه الشاحنات فقط هي التي اتجهت لمنفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى ثماني شاحنات لأسولار لكن مصر كانت قد جهزت أكثر من مائتي شاحنة لكن يعني باقي الشاحنات قد اصطفت أمام منفذ رفاح البري وهذه هي الشاحنات التي تمكنت من الدخول نظرا للإجراءات التي يقيمها الاحتلال الإسرائيلي على الشاحنات الموجودة وتكدس عدد كبير من الشاحنات أمام منفذ كرم أبو سالم وعدم إنفاذ أكبر عدد من هذه المساعدات لتدخل إلى قطاع غزة لكن تأكدنا من إنفاذ مساعدات الوقود وهي ثماني شاحنات لأسولار عادت إحدى الشاحنات التي أفرغت حمولتها وتأكدنا من سائق هذه الشاحنة بأن باقي شاحنات أسولار ستفرق حمولتها داخل منفذ كرم أبو سالم وبالتأكيد هذا تطور هام من الجانب المصري في دخول أكبر عدد من شاحنات أسولار ليتم إمداد المستشفيات والمخابز لتعمل مرة أخرى ولكن حجم المساعدات التي تسمح به القوات الإسرائيلية في منفذ كرم أبو سالم بالعبور إلى قطاع غزة هو قليل للغاية وهذا ما أشارت إليه اليوم منظمة الأنروا وأكدت على ضرورة إدخال مزيد من المساعدات نظرا لحالة المجاعة وأيضا الكارثة الإنسانية الموجودة وأن عدد كبير من الأطفال يعانون من الافتقار إلى المساعدات الجذائية وهذا ما أشارت إليه منظمة اليونسيف أن 90% من الأطفال يفتقرون إلى الجذاء اللازم وهناك تقديرات أممية تشير أنه الكارثة ستلحق بأكثر من مليون فلسطيني إذا استمرت الحرب ولم تتوقف في منتصف يوليو القادم سيكون خطر المجاعة بشكل أكبر والآن أعود إليكم في الستوديو مرة أخرى دعا الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانس رؤساء بلدات شمال إسرائيل إلى مواجهة الأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وطلب جانس سكان شمال إسرائيل بالاستعداد لقتال ولأيام أكثر صعوبة يمكن أن تصل بإسرائيل إلى الحرب تصريحات جانس جاءت بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندين على الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان تباذلت قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود وأوضحت مصادر لبنانية أن حزب الله قد استهدف منصة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في ثكنة راموت نفلي بصاروخ موجهة قصف دام بين حزب الله اللبناني وإسرائيل على طول الحدود في تصعيد جديد للحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي حزب الله اللبناني أعلن استهدافه لموقع الرمسة في تلال كفر الشوب المحتلة بالأسلحة الصاروخية ونجح في تحقيق إصابة مباشرة وقبل ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أحد عشر شخصاً أصيبوا جراء انفجار مسيرة في منطقة حرفيش في القطاع الغربي من الجليل الأعلى وأضافت أن عدداً من المصابين جراحهم خضرة وفي الوقت الذي شنت فيه المقاتلات الإسرائيلية غارة على بلدة الخيام وقصفت أيضاً محيط بلدات عدة جنوبي لبنان رد حزب الله اللبناني بمسيرة استهدفت جنود إسرائيليين في موقع البغدادي كما هاجم تجمعات للجنود في حرش برعام وموقعي بركاتريشا والمالكية في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للقيام بعملية عسكرية قوية في الشمال وجاءت تصريحاته خلال جولة في كرية شمونة والمناطق الحدودية مع لبنان رفقة عدد من كبار قادة الجيش في القيادة الشمالية وفيما حذرت اليونيفيل من أن الوضع بات مصيراً لقلق قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن مسؤولين رفيع المستوى في القيادة السياسية عقدوا اجتماعاً مغلقاً لمناقشة التصعيد في الشمال وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها قوات الحوثي تعلن استهداف ثلاث سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي ومحيطه وسلطات الاحتلالة في الواقع أعلنت قوات الحوثي أنها شنت عمليتين مشتركتين مع تحالف الفصائل العرقية على ميناء حيفا في إسرائيل وأوضح المتحدث العسكرية باسم قوات الحوثي أن العملية الأولى استهدفت سفينتين كانت تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا بينما استهدفت الثانية سفينة انتهكت قرار لحضر الدخول إلى ميناء حيفا في الأراضي المحتلة مشيراً إلى أن العمليتين تم تنفيذهما بعدد من المسيرات وأكدت وقوع إصابات دقيقة في المقابل نفى المتحدث العسكرية الإسرائيلية عن وقوع أي هجمات لقوات الحوثي على ميناء حيفا أدن الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت بشدة الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على منطقة ود النورة بولاية الجزيرة بوسط السودان والذي أدى إلى سقوط أكثر من مئة مدني وأعرب أبو الغيت عن خلص التعازي لأسر ضحايا هذه المجزرة وتمنياته للجرحة والمصابين بالشفاء العاجل مؤكداً على دعم جماعة العربية الكامل للجهود المفذولة لوقف الصراع الدائر في السودان واستعادة دور الدولة السودانية على جميع الأصعدة انطلقت اليوم انتخابات البرلمان الأوروبي في هولندا وتستمر حتى الأحد المقبل الموافق التاسع من يونيو الجاري في الدول السبع والعشرين للتحاد الأوروبي ويختار الناخبون 720 عضواً بالبرلمان الأوروبي بين آلاف من المرشحين من أحزاب اليمين والوسط واليسارة وسط مخاوفها من صعود اليمين المتطرف وتقام هذه الانتخابات الأوروبية كل خمس سنوات ويختلف موعدها بين دول الاتحاد حيث بدأت اليوم في هولندا وتبدأ الجمعة في أيرلندا والسبت في كل من لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا في حين يصوت الناخبون في بقية دول الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا يوم الأحد المقبل تستمر انتخابات البرلمان الأوروبي أربعة أيام وتعد واحدة من ثلاث هيئة تمثل السلطة التشريعية في دول الاتحاد الأوروبي ويختار الناخبون في الانتخابات الأوروبية والتي تجرى كل خمس سنوات 720 عضواً بالبرلمان من بينهم آلاف من المرشحين المزيد حول انتخابات البرلمان الأوروبي يستعرض لنا زميل مصطفى ميسار أهلاً بحضرتكم انتخابات البرلمان الأوروبي تجرى كل خمس سنوات بالاقتراع العام للبالغين في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وتعتبر ثاني أكبر انتخابات في العالم يشارك في هذه الانتخابات نحو 370 مليون ناخب من مختلف دول الاتحاد الأوروبي ويكون الحد الأدنى لسن التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي مختلف وإن كان في معظمها هو 18 عام لأول مرة في ألمانيا سيتم السماح للقصر أيضاً بالتصويت بعدما تم خفض سن التصويت في البلاد للانتخابات الأوروبية من 18 إلى 16 عام سوف يتم انتخاب 720 عضواً بالبرلمان الأوروبي بين الآلاف من المرشحين هذا العدد هو الأقل من الانتخابات السابقة وذلك بسبب تراجع عدد الأعضاء بعد مغادرة المملكة المتحدة للتكتل الأوروبي خلال عام 2020 يوجد مقران للبرلمان الأوروبي أحدهما في بروكسل في بلجيكا والآخر في استارسبورغ في فرنسا حيث تعقد معظم الجلسات العامة والتي تشهد تصويت النواب على التشريعات في حين تعقد الجلسات البرلمانية اليومية الأخرى في بروكسل هذه الانتخابات تحدد أعضاء البرلمان الأوروبي فقط دون الهيئات التشريعية الأوروبية الأخرى وتتوقع استطلاعات الرأي أن تحقق الأحزاب اليمينية المتطرفة أن تحقق مكاسب في الانتخابات الأوروبية والتي تجرى في 27 دولة لكن من المتوقع أيضا أن تحتفظ الأحزاب التقليدية في ألمانيا وفي أوروبا بالصدارة وفي حين تظهر استطلاعات الرأي أن أحزاب اليمين المتطرف ستحسن من موقعها ولا يزال من المتوقع أن تبقى القوى التقليدية في البرلمان الأوروبي وهي حزب الشعب الأوروبي، اليمين الوسط والاشتراكيون والديموقراتيون ذو الميول اليسارية ومجموعة تجديد أوروبا الوسطية الليبرالية في الطليعة رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين المرشحة لولاية ثانية في منصبها والمنتمية إلى حزب الشعب الأوروبي اليميني وهو الكتلة الرئيسية في البرلمان استبعدت التعاون مع مجموعة الهوية والديموقراطية والمتهمة بأنها حليفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير أنها تركت المجال مفتوحا أمام إقامة تحالفات مع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين بقيادة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني والتي تضم أحزابا يمينية متطرفة مثل حزب فوكس الأسباني وحزب الاسترداد الذي يتزعمه الفرنسية إيريك زامور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اعتبرت أن الانتخابات الأوروبية يمكن أن تشكل نقطة تحول بفوز أحزاب اليمين المتطرف ورئيسة الوزراء الإيطالية هي زعيمة لكتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين إحدى المجموعتين اليمينيتين المتطرفتين في البرلمان الأوروبي أما المجموعة الأخرى فهي كتلة الهوية والديمقراطية والتي تضم حزب التجمع الوطني الفرنسي بزعامة ماريد لوبانوة حزب الرابط الإيطالي الذي يتزعمهم ماتيو سالفيني حليف ميلوني هكذا يتضح أن انتخابات البرلمان الأوروبي هذا العام تختلف عن سابقتها في العديد من الجوانب والتي لربما تغير من توجهات وقرارات البرلمان في بعض القضايا التي تهم أوروبا والأوروبيين أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتن أنه قد ينشر صواريخ تقليدية على مسافة قريبة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إذا سمحوا لأوكرانيا بتوجيه ضربات في عمق روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدار وأضاف بوتن أن الغرب مخطئ إذا افترض أن روسيا لن تقدم أبدا على استخدام الأسلحة النووية وصرح أنه لا ينبغي الاستخفاف بالعقيدة النووية للكريملين وأشار بوتن إلى الفروق بين الصواريخ المختلفة لكنه حذر من أن السماح لكييف بدرب روسيا بأسلحة أكثر قوة هو تصعيد خطير يجر الغرب نحو حرب مع روسيا اعتبر سكرتير مجلس الأمن الروسي دمتري مدفيدف أنه من دون روسيا أي صيغين للتفاوض بشأن أوكرانيا غير مقدية وأوضح أن محاولة الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو عبر دخل مال والسلاح لنظام كييف باءت بالفشل مشيرا إلى أن بوتن قد سمح لأول مرة بإرسال أسلحة لموسكو إلى مناطق هي في حالة حرب مع الدول التي تزود كييف بالسلاح أعلن لمن العام لحلف الناتو يانس تولتنبرغ أن الحلف ليس لديه خطط لنشر قوات في أوكرانيا وخلال لقائه برئيس فنلندا أليكساندر ستوب أوضح أيضا أن الحلف يستبعد حربا حاليا ولا يرى أي تهديد ضد الحلف من جهته أشار الرئيس الفنلندي إلى أنه لا نوايا ولا قطط حاليا لنشر قوات في أوكرانيا قال المستشار الألماني أولف شغلت سائن برلين مع الحلفاء الأوروبيين تؤكد على حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهاجمات الروسية وأضح تشولت أنه يمكن لأوكرانيا استخدام الأسلحة المقدمة من الدول الغربية وفق الالتزامات الدولية أصيب عدد من الأشخاص جراء اكتياح الأعصير مناطق ماريلاند وميتيجن في الولايات المتحدة هذا وقد توجهت فرق التوارئ لإنقاذ عدد من الأشخاص العالقين داخل مباني منهارة فيما طلبت خدمة التقس الوطنية السكان بالتزام الحجر الصحي شهدت جزيرة هال ماهيرة في شرق اندونسيا ثوران بركان جبل إبو مرتين خلال يوم واحد مشعلن ألتنت اللهب ومرتفعات من الرماد إلى السماء وأكدت السلطات المحلية أن الوضع لا يزال حريقا حيث أبقى المركز المتخصص تحذيره من ارتفاع مستوى البركان عند المستوى الرابع أو الأعلى جبل إبو هذا العملاق النائم أبى أن يظل خامدا فقد أعلن مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية بإندونسيا عن انتفاضاته مجددا لمرتين على التوالي الجزيرة الخضراء هال ماهيرة التي تقع بشرق اندونسيا كانت المسرح الذي اختاره البركان لإظهار قوته حيث راح يرسل الحمام والصخور إلى السماء كزخات من اللهب فيما انطلقت ثورته الأولى عند الساعة الواحدة والنصف الصباح الخميس متبوعة بصورته الثانية في تمام الساعة السابعة وست واربعين دقيقة صباحا أي لمدة دقيقتين فقط حيث ارتفعت عمدة الرماد إلى ارتفاع يصل إلى ألف ومائتي متر مسؤولة المركز أكدت أن الوضع لا يزال حرجا حيث أبقى المركز تحذيره عند المستوى الرابع أو الأعلى مع فرض حظر على أي أنشطة في محيط يمتد لسبعة كيلومترات من فوهة البركان في اندونيسيا يوجد ما يقرب من مائة وسبعة وعشرين بركانا خامدا ولكن بركان إيبو يبقى في الذاكرة بصورانه المتكرر معبرا عن قوة الطبيعة وضرورة استعداد الإنسان لمواجهتها بدأ المسبار تشينك إي سيكس الصيني طريق العودة إلى الأرض بعد رحلة ناجحة تمكن فيها من جمع عينات من جانب البعيد للقمر هذا وينتظر العلماء حول العالم عودة العينات القمرية لدراستها كون هذا جانب من القمر لم يتم استكشافه من قبل المسبار الصيني تشانكي سيتا يبدأ رحلة عودته من الجانب البعيد للقمر إلى الأرض رحلة عودة تعني أن الصين باتت أقرب إلى أن تصبح أول دولة تعيد عينات من التربة والصخور يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للاختلافات بين المنطقة الأقل استكشافا والجانب القريب الأكثر شهرة من القمر ويتابع العلماء في جميع أنحاء العالم عودة العينات القمرية إلى الأرض ويأملون أن تساعد التربة التي جمعها المسبار في الإجابة على أسئلة مثل نشأة النظام الشمسي انطلق شانكي سيتا الذي سمي على اسم ربة القمر الصينية الأسطورية في الثالث من مايو من جزيرة هينان جنوبي الصين وهبط المسبار يوم الأحد في موقع لم يسبق استكشافه في الجزء البعيد من القمر الذي لا يواجه الأرض هذه المهمة هي السادسة في برنامج استكشاف القمر شانكي وهو الثاني المصمم لإعادة العينات بعد رحلة شانكي خمسة التي نجحت في جمع عينات من القمر من الجانب المواجه للأرض في ديسمبر من عام 2020 في إنجاز أعاد تحفيز الجهود العالمية لإحضار عينات بعد فترة توقف طويلة دامت أربعة وأربعين عاماً ويعد برنامج القمر جزءاً من التنافس المتزايد بين الصين والولايات المتحدة التي لا تزال رائدة في مجال استكشاف الفضاء ودول أخرى بما في ذلك اليابان والهند وقد وضعت الصين محطتها الفضائية الخاصة في المدار وترسل أطقمها بانتظام إلى هناك وتهدف القوة العالمية إلى إرسال إنسان إلى القمر قبل عام 2030 وتخطط الولايات المتحدة لهبوط رواد فضاء على سطح القمر مرة أخرى وذلك لأول مرة منذ أكثر من خمسين عاماً برغم قيام وكالة ناسا بتأجيل التاريخ المستهدف إلى عام 2026 في وقت سابق من هذا العام زار رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الواهب عبد الرازق الشيخ نوري زباي أوتي بنوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان وأعرب المستشار عبد الرازق خلال اللقاء عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي على هام زيارته لكازاخستان في إطار حرص مصر على تطوير العلاقة الثنائية مع كازاخستان في كافة المجالات واستناداً إلى علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة بينهما من جانبه رحب المفتي العام لجمهورية كازاخستان بزيارة رئيس مجلس الشيوخ معرباً عن الشكر والامتنان لما تقدمه مصر ومؤسساتها الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنرة ودعم الجانب الجسخي هناء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اتصال هاتفي سمو الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت بمنسبة صدور أمر تعيينه وأداء اليمين الدستورية وأكد مدبولي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت من خلال البناء على الروابط التاريخية المميزة وترجمة المساعي الجادة للقيادة السياسية في كل البلدين من أجل تحقيق أهداف التنمية بما يخدم صالح الشعبين ومن جانبه أعرباً سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن بالغ التقدير لهذه التهنئة مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعه للتعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعبين نحو التنمية والرخاء أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قطاع الرعاية الصحية يمثل أحد أهم الأولويات بالنسبة للدولة لما له من أهمية كبيرة وخلال لقائه بوزير الصحة الإيطالية أوراتيسيو سيكالاتشي أعرب مدبولي عن تطلعه إلى أن تكون زيارة الوفد الإيطالية فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الرعاية الصحية وتصنيع وتوطين الدواء والمستلزمات الطبية والتقنيات الصحية المتقدمة موجها الدعوة للوفد الإيطالي للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري من جانبه أكد وزير الصحة الإيطالية على قوة العلاقات الثنائية القائمة على الثقة بين مصر وإيطاليا شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات وذلك خلال اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات وأكد مدبولي أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون مع الدول الأفريقية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بينها وبين مصر وذلك من خلال استمرار التواصل والتنصيق في إطار اللجنة كما تم خلال الاجتماع استعراض أهمية التعاون في مجالات متنوعة مثل الزراعة والرأي والطيران المدني والمالية التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة برايت ماك كيرغ منصق الشرق الأوسط وجمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء التطورات الأقليمية الراهنة في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية بالغة الصعوبة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة السيد برايت ماك كوريغ منصق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء مناقشة التطورات الأقليمية الراهنة في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية بالغة الصعوبة كذلك الجهود المبذولة في ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع حضر اللقاء الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وفدا أمنيا من وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية برئاسة سون مولي نائب وزير الأمن العام الصيني اللقاء استعرض أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وسليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات في قضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك حيث أشار وزير الداخلية إلى حرصه الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الصديقة وترحيبه بتعزيز أليات التنسيق الأمني الثنائي وتبدل الخبرات مع الجانب الصيني انطلاقا من إيمان كامل بأهمية تضافر جهود لمحاصرة وتقويد كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بكافة أشكالها من جانبية أشهد رئيس الوفد الأمني الصيني بجهود التي تبدلها وزارة الداخلية المصرية في شتى المجالات العمل الأمني والتي كان لها بالغ الأثر في تدعيم الاستقرار في مصر ومحيطها الإقليمي معربا عن تطلعه لتعزيز قنوات الاتصال وتبدل المعلومات والخبرات التدريبية بين الجانبين في مختلف مجالات العمل الأمني طالبت وزارة الخارجية كافة المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الالتزام التام بقواعد الحق المطبقة من قبل السلطات السعودية ذلك تجنبا للوقوع تحت طائلة المسئولية القانونية والتعرض للعقبات المقررة في هذا الشأن وأكدت وزارة الخارجية أنه لوحظ أن أعدادا كبيرة جدا من المواطنين المصريين الذين توجهوا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة قاموا بالذهاب لأداء فريدة الحق دون تصريح وهو ما يخالف القواعد التنظيمية للحق ويعرضهم للعقوبات المقررة والتي تشمل الحبس والغرامة كذلك الترحيل خارج المملكة العربية السعودية هذا ووصل عدد الحقاج الذين تلقوا العلاق بعيادات البعثة الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لنحو 3700 حج هذا وتم احتجازه 21 حالة بالمستشفيات فضلا عن خروج أربع حالات منها مع تزايد إقبال ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء الفريدة وصلت عيادات البعثة الطبية المصرية عملها على مدار الساعة من خلال كوادرات طبية لتقديم خدمتها العلاجية للحقاج المصرين أينما كانوا بمقر إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة كان الخطة الأولية أن نحن هنبتدي ب16 عيادة بعد ما نزلت اللجنة كل يوم نتفقد الفنادق المقيمين فيها الحجاج نكتشف احتياج أكثر للعيادات بكتشف إقبال أكثر النهاردة حاليا عندنا 21 عيادة كل عيادة شغالة فيها تخصصات مختلفة وعلى مدار 24 ساعة نحن في احتمال عيادتين أو ثلاثة تنين يتم فتحهم بجانب التوعية المستمرة اللي بتتعامل للحجاج والتوعية الوقائية دي دي أنا شايف أنها من أهم الأزرع لأنه ده بيساعد الحج أنه يقلل نسبة أن مرضوحنا فيه إقبال شديد حاليا إحنا قربنا نوصل لألفين حالة وإحنا لسه في البداية قربنا نوصل لألفين حالة كشف أغلب الحالات الموجودة حاجات لها علاقة بالتهابات الصدرية حاجات لها علاقة بالتهابات المفاصل نتيجة للمشي فترات طويلة يعني عندنا مجموعة من حالات الأورام الحمد لله تحولت على المستشفيات رعينا وضعية أهلينا مرضى الفشل الكلوي والحمد لله في تنسيق كويس أو مع الجهات السعودية في الكلام ده النهاردة كان عندنا اجتماع في وزارة الصحة السعودية عشان التنسيق الكامل لتحويل الحالات وبدور العبادة بمقر إقامتهم لتوفير الأجواء المناخية وصبل الراحة والأمان خلال أدائهم الفريضة نحن مثلا بنبه عليهم أنهم ما يتعرضوش لأشعة الشمس المباشرة من غير ما يكون معهم شمسية أو كاب يحميهم قد ما يقدروا من أشعة الشمس يشربوا سوايل كتير ومية علشان تعوضهم عن الفقد اللي بيحصل لهم نتيجة العرق من الحر ممكن كمان بنأكد قوي على موضوع مرض السكر أنهم ما يمشوش حفين إطلاقا من غير حاجة في رجلهم كمان بنأكد على موضوع الأكل أنهم ما يخزنوش الأكل بكميات كبيرة لأن التلاجات هنا كمساحتها صغيرة عدد الناس في القوة بتبقى إلى حد كبير مش هتستوعب كل ده فتخزين الأكل ما فيش ضرورة ليه لأنهم بالفعل الأكل متواجدوا بكميات كبيرة تخزين الأكل ده ممكن يودينا مشاكل إيه ممكن يودينا أنه لا يقدر الله يعمل نزلات معوية قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما قدم لهم من خدمات علاجية على مدار الساعة أشكي من تعب مرئ في المعدة وجيت هنا عشان أكشفه ويدوني العلاج اللي يريح أمو معي بالواجب وكشف عليه وعطني العلاج اللي أنا محتاجة المعدة ممتازة جزا كلها خير كلها ما شاء الله عليك البعثة الطبية كلها زي الفل مع تزايد أعداد ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين على مكة المكرمة تتزايد معها حالة الاستنفار القصوى من قبل أعضاء البعثة الطبية فهم في تواصل ليلة بالنهار لتوفير الأجواء الروحانية لتلك الرحلة المقدسة من مكة المكرمة محمد حلمي التلفزيون المصري شهدت قرية زيدان بمحافظة كفر الشيخ تنظيم قافلة طبية مجانية تحت مضلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية هذا وقد تم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجانة وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجة تحت مضلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت قافلة طبية مجانية في قرية زيدان التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر كل هنا شغال حركة تمام والدكاترة يعني أيمن بالواجب وكله مية مية تمام يعني الحمد لله وكله حلو وتمام وعالج مجان يعني ما بيأثروش مع حد في حاج واللي عايز نظارة بيعملوله منظارة واللي عايز يكشف ويتحول أي مكان بيحولوه احنا مؤسسة راعي مصر للتنمية بنقدم خدمة طبية في التخصصات الأسسية زي البطمة، العزام، الجلدية، الرمض، الأطفال ومعنا بعض الأدوية مجانة لخدمة أهلينا تمام ومعنا نظارات طبية شهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية حيث توافد ما يقارب من 450 حالة لإجراء الكشوف الطبية وتم تلقي الخدمة الطبية المجانية في ست تخصصات مختلفة بالإضافة إلى فحوصات الصنار وقد تم توفير العلاج المجاني للمرضى كما تم تحويل عدد من الحالات التي تستدعي ذلك للمستشفيات المتخصصة أنا كشفت على عيني كشف بمنتهى الضك بضمير يعني الحمد لله دكتورة عمضها ضمير والله كشفت علي مرتان على عيني حتى تأطرة ورجعت كشفت وكشفت على ظهر عزام والدون العلاج لدي وولدي أعمين بالكشفات بالكشفات العيون وكشفات الأزام والبطنة والجلدية وجميع الكشفات موجودة والضكات تركتورة موجودة وأعمين بالمهمة جاملة القافلة لاقت تجاوبا إيجابيا واستحسانا من الأهالي الذين طالبوا بتكرار مثل هذه المبادرات الإنسانية وهو ما يبرز أهمية التعاون بين المؤسسات والتحالفات الوطنية مؤسسة طراعي مصر إحدى مؤسسات التحالف الوطني بنظم كوافل في محافظة كفر الشيخ بنوصل للكرة الأكثر احتياجا لما نجي نتكلم عن الكرة الأكثر احتياجا فنتكلم عن أهمية الكوافل الطبية أهمية الكوافل الطبية بالنسبة للفات المسادفة دي هي بالنسبة للمشيران للحياة نحن ننزل أماكن أغلبيتها مزارة الصحة ليست تغطي فيها كويس أو أغلبية الوحدات متطرفة شوية والقرة البعيدة فنحن بمستصدر على مصر كتحالف وطني بتشتغل في 21 محافظة بـ 30 موبايل كلينيك بـ 60 فريق عمل بتخدم أكثر الفاتح احتياجا في هذه الكرة بهذا تتجلى روح التضامن والتكافر في المجتمع وتستمر الجهود الإنسانية في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقيادة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقفاتنا الاقتصادية بنشرة السادسة وليلا أمر شكرا لكم صحار شكرا حكمت وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة أعلنت وزارة الزراعة أن إجمالية الصادرات الزراعية تجاوز 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة تقدر بنصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضا وأضافت الوزارة أن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى فائد في التصدير والذي يدعم الاقتصاد الوطنية بالنقد الأجنبي أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة التشغيل والضخي لإمدادات الغاز الطبعي لمصانع الأسمدات تدريجيا اعتبارا من اليوم الخميس مثلما تم الإعلان عن ذلك أمس يأتي ذلك عقب انتهاء الخفض المؤقت للإمدادات من أجل الحفاظ على كفاءة تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية في أسواق البترول العالمية استمر النفط في تحقيق مكاسب وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأمريكي سيقفض أسعار الفائدة في سبتمبر لكن ما حدى من المكاسب هو ارتفاع المخزونات الأمريكية وخطة أوبيك بلاس لزيادة الإمدادات وصعدت العقود الآجلة لخام فرينت بنسبة 47% لتصل إلى 78 دولار و78 سنت للبرميل كما صعد خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 5 من 10% ليصل إلى 74 دولار و44 سنت للبرميل كذلك ارتفعت أسعار المزوت عالميا بنسبة 81 من المئة في المئة لتصل إلى دولارين و32 سنت للتر وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 82 من المئة في المئة لتسجل 3 دولارات و48 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك أن الاتفاق الحالي لتحالف أوبيك بلاس لمنتجين نفط يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب ويحقق حالة من اليقين في أسواق الطاقة وأضاف نوفاك أن المجموعة قد تعدل الإنفاق الحالي لدعم السوق إن لازم الأمر واتفقت المجموعة على تمديد معظم تخفضات إنتاج النفط حتى عام 2025 لكنها تركت مجالاً لإلغاء خفض طوعي من ثمانية أعضاء تدريجياً اعتباراً من أكتوبر المقبل ونفذ تحالف أوبيك بلاس الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وحلفاء من بينهم روسيا سلسلة من تخفضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022 قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في خمس سنوات وخفض المركزي الأوروبي الفائدة القياسية على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.75 من المئة بالمئة ينضم بذلك إلى البنوك المركزية في كل من كندا وسويد وسويسرا والتي بدأت التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي طرت لتبنيها للسيطرة على التضخم بعد الجائحة ارتفعت الأسواق الأوروبية خلال التعاملات مدعومة تنبأسهم شركة التكنولوجيا وصعد المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 6 من 10% ليبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ووصل مؤشر التكنولوجيا مكاسبه وصعد بنحو 1.8 من 10% إلى أعلى مستوى فيما يقرب من 24 عاما وذلك بعد أن حقق مكاسبه أيضا في الجلسة السابقة ومصعد مؤشر الرعاية الصحية 1% تراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية بشكل غير متوقع لشهر الرابع على التوالي في إبريل الماضي بينما يكافح أكبر اقتصاد في أوروبا للتعافي وأشارت وكالة الإحصاء الفيدرالية إلى انخفاض الطلبيات الجديدة بنسبة 2 من 10% على أساس شهرية وفي إبريل رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو لعام 2024 إلى 3 من 10% من 2 من 10% في السابقة رغم أن ذلك أدنى من التوقعات لمنطقة اليورو أظهرت بيانات ارتفاع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرات الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بنحو 8 ألاف طلب إلى 219 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي وذلك وفقا للبيانات المعدلة على أساس موسمية وبدأت سوق العمل في استعادة التوازن والاقتراب من مستويات ما قبل الجائحة بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 بهدف إبطاء طلب في الاقتصاد اتسع العجز التجاري الأمريكي في إبريل حيث بددت قفزة في الواردات أزيادة طفيفة في الصادرات وكشفت وزارة التجارة الأمريكية عن ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 78.10% إلى 74.6 مليار دولار في الشهر الماضي وحدثت الوزارة بيانات مارس لتظهر تقلص العجز التجاري قليلا إلى 68.6 مليار دولار ونمى الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 31.10% في الربع الماضي بعد توسع بوتيرة 43.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر أعلن البنك المركزي الكندي خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 74.5% وأرجع البنك المركزي الكندي قرار خفض الفائدة إلى أن معدلات التضخم عند 62.6% وهي ضمن النطاق المستهدف في كندا والبالغ من 2 إلى 3% ومن المراجح في الفترة المقبلة زيادة خفض الفائدة في كندا وكذلك في منطقة اليورو مع انكماشي قراءة أسعار المنتجين عن شهر مايو بواقع 1% وهو الانكماشي السادس على التوالي ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لصحر وحكمة الاستكمال النشرة إليكم ليلة عمر شكرا لك يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم على استاذ قاهرة الدولي تأتي المباراة في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 20-26 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك واصطحالة من التفاؤل التي تسود لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أنهى المنتخب بقيادة كابتن حسام حسن استعداداته لمواجهة منتخب بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء الخميس على استاذ القاهرة الدولية حالة البدنية والفنية بالنسبة في الوقت اللي احنا اشتغلنا فيه التجمع اللي احنا جمعنا فيه تجمع عام 28 ثم بدأنا التمهين 29 وكان آخر لاعب جاء كان محمد صلاح فالحمد الله الأمور مش شكلي أنا راضي عنه جدا الميران الأخير لفريق الفرعنة كان يتسم بالجدية والتركيز لحصد النقاط الثلاث ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم الفين وستة وعشرين كابتن حسام كلهم بيحفظنا على طريقة لعبه واللعبة كلها دلوقتي اعتقد ان شاء الله ان احنا جاهزين بكرة كلنا ان شاء الله ان احنا نفرع الشعب المصر كله ان شاء الله كان منتخب مصر قد خاض ضد بوركينا فاسو سبع مباريات لم يطلق فيها اي هزيمة حيث حقق الفوز في خمس لقاءات وتعادل في مبارتين ما يعزز فرص المتخب في الفوز لإسعاد الملايين من عشاق الساحرة المستديرة احمد الحسيني التلفزيون المصري هذا الخبر وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة مصر تواصل اتصالاتها للمكتفة لاستئناف مفاوضات وقف اطلاق النار بغزة وحماس تعلن تقديم ردها بشأن الهدنة خلال الايام القادمة خلال لقاء منصق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط شكري يؤكدوا ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها تجاه الانفاذ الكامل للمساعدات لغزة وفتح جميع المعابر البرية استشهاد عشرات الفلسطينيين في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال بمدرسة للانوروا في مخيم النصيرات انتهت نصرة السادسة شكرا لكم وعلى لقاء اشتركوا في القناة